وفي ذات السياق استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبي الحداد على فضائية نورسات الإمام يحيى هندي المرشد الديني في الجامعة وذلك في حلقة بعنوان الوئام بين أتباع الأديان في مواجهة الألام حيث دار الحديث حول فضائل الإيمان والمودة التي ينبغي أن تنعكس في مجتمعاتنا وفي سلوكياتنا وأكد الحوار على أن الأردن يعد نموذجا في الوئام بين أهله وينبغي أن يقدم للآخرين أنت اتصلت بي بأكتوبر ونوفمبر تقول بأنك أنت جاي على الأردن وأنت حريص أن تنظم هذا الوفد الطلابي وبمعيتكم في اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية أبونا ماثيو والدكتور رايان نحن سعدنا بزيارتكم لمركز التعايش الديني لماذا الزيارة؟ والله سيدي أولا أريد لطلابنا في الجامعة العريقة جامعة جورج تاون أن يتتلمذوا على مدرسة عريقة ليس فقط في علم الحوار وليس فقط في نظريات الحوار بين الأديان بل في ممارسة الحوار بين الأديان وأنا في اعتقاد الأردن المملكة الأردنية الهاشمية بكل أطيافها الدينية والسياسية والاجتماعية من شمالها إلى جنوبها تمثل هذا النسق للحوار الحقيقة للحوار ليس من نظريات يعني الكل يتكلم عن الحوار ما في دولة في العالم إلا تتكلم عن الحوار ويغدقون الأموال مع الأموال من أجل الحوار ولكن على أرض الواقع النسيج الاجتماعي غير متلاحم غير ويتناقض مع ويتناقض بعكس هناك حروب الأردن مثال يختلف الأردن من مستوى الحكومة من مستوى المؤسسات التعليمية المؤسسات الثقافية المؤسسات السياسية المؤسسات الدينية كلها تمارس الحوار ليس فقط تتكلم عن الحوار يعني في الإنجليزية عندنا مصطلح كما تعلم walk the walk or talk the talk نحتاج ليس فقط تتكلم عن الحوار يعني ما بدنا نحكي حكي كثير ما بدنا نحاضر ما بدنا ننظر في الحوار نريد أن نمارس الحوار في الأيام الماضية الوفد الذي معي وهو يتكون من 17 عضو ذهبنا إلى كنائس ذهبنا إلى مساجد تكلمنا مع مسلمين في المخيمات تكلمنا مع مسلمين ومسيحيين في الشوارع في المطاعم في الفنادق في حوار في تفاهم في تعايش بالعكس في نوع من الاحترام للآخر أنا ما رأيته في مكان آخر ترجمة نانسي قنقر